السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا أصدقاء وأهلاً وسهلاً من جديد في فيديو حصيلة من حصيلة أفضل قراءات السنية هذه المرة رح نحكي عن الكتب غير الروائية التي قرأتها في 2022 أعتقد أني رح أشرح لكم 9 من الكتب لكن 4 منها لا 3 منها رح يكونوا في مرتبة شرفية يعني مش أوفر أوفر لا مرتبة إيش بسموها أونر مينشن أشير لها نوعاً ما ولو بجملة قصيرة أول كتاب من مش الخمسة الأوائل يعني ما تحت الخمسة الأوائل أول كتاب هو الكتاب ليكي دليلك الصغير إلى السعادة لا مايك ويكلينغ وهذا الكتاب بيحكي عن وامضات بسيطة وسريعة موجودة في حياتنا اللومية قد لا نلتفت لها لكنها فعلاً تضفي نوعاً من السعادة مع بعض أيضاً المقتراحات لمشاريع مجتمعية هادفة ثاني الكتاب رح أتكره شرفياً اللي هو الكتاب The Hobbits Unexpected Journey اللي هو الموجود أمامكم ونسخة اللي مسمى The Visual Companion ليش ذكرتم مع أن هذا الكتاب أعطته أنا خمس نجوم بكيته في المكتبة الشرفية لأني بعرف أنه مش الكل مغرم بالخبت وسلسلة سيد الخواتم ومش الكل مهتم بأنه يخوض في أعماق تفاصيل شخصيات السلسلة المكتوبة هنا الكتاب الثالث اللي رح أتكره شرفياً اللي هو كتاب رسائل من الأعماق لأوسكار وايد السبب أنه هو كتاب لغته جميلة جداً 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 لكنه لا يخلو من تزوير حقائق منرجسية بالنسبة لي خاصة لما بيشبه الكاتب معاناته وأذا مو بمعانات المسيحي نيجي هلا إلى الخمس كتب الست كتب الأولى على قائمتي وهي القائمة الرئيسية أول كتاب رح أحكي لكم عنه وبالأرجح أول كتابين مش كتير عندي إشي أحكي لكم عنهم لأني كتير حكيت عليهم عن القناة اللي هما كتاب المكتبة في الليل لألبرتو مانجويل ومتعة القراءة لدانيال بنيك يعني حكينا عنهم كتير صح ولا لا طيب بشكل مختصر الكتاب الأول المكتبة في الليل لألبرتو مانجويل هو مناسب جداً لعشاق المكتبات العشاق تنظيمها ترتيبها النظر إليها وكأنها مخلوق حي بازل بحاجة لعادة ترتيب أو إنها لغز بحتاج لعادة فك ومش بس هيك بالإضافة لحمية ولا تقارب لا يمكن إنكاره مع هذه المكتبة الثاني متعة القراءة لا هو بالتأكيد لعشاق القراءة هو بيعطينا رحلتنا كقراءة في المراحل العمرية المختلفة كمان هو بفرجينا محاولاتنا للجادة والمجنونة لنقل حب القراءة لأي كان وفي أي وقت كان وفي أي عمر كان الكتاب الثالث اللي رح أحكي عنه اللي هو الكتاب يمكن في الآوينة الأخيرة شفتوا بعض المقتطفات من هذا الكتاب لفيلم صدر حديثاً باللغة الإنجليزية من إنتاج البي بي سي حيث لا يمكنكم أن تنكروا أن كل كلمة موجودة أو سيتفوه بها أبطال هذا الكتاب هي عبارة عن حكمة طبطبة رؤية عميقة وكتاب من أجل روحك كتاب موجود أنه نصخة بتشبه رسم المسلسل حالياً موجودة على فكرة في الأردن موقع من قبل الكاتب عند راميكس للنشر والتوزيع طيب الكتاب الرابع اللي هو عبارة عن كتاب بدم بارد للكاتب ترومان كابوتي وهو كتاب ممكن أنه يوصف بأنه الكتاب الذي قتل صاحبه لجماعة لأنه لم يستطع أن يأتي بشيء مثله ممكن يكون هاي مجرد إشاعة كتابه هذا هو شو عمله؟ كابوتي أصلاً وضيفته الحقيقية أنه هو صحفي فراح دون وقائع جريمة حقيقية في تحقيق صحفي لكن مكتوب على شكل رواية عشان هيك تجعل وصول هذا الكتاب بشكل للجمهور بشكل أسلس وأسرع وأكثر انتشاراً لكن لغة هذه الرواية مكتوبة بكل حيادية تحكي حكاية مروعة ومرعبة لكيف سوف تتغير حياة عائلة بالكامل لمجرد نزوات مجنونة عند أشخاص آخرين طيب نيجي على الكتاب الخامس وهو قصة الفلسفة لويل ديورنت واللي راح يضع لنا في ويل ديورنت مجموعة من الفلاسفة كأنه بالعنوان هو يكاتب لنا من من أفلاطون إلى جون ديوي ما إنه هو بالعنوان كاتب هيك فهو راح يرصد مجموعة من أشهر الفلاسفة حسب رؤيته هو في حقاب تاريخية مختلفة وقدم لنا قصة حياة كل فيلسوف من هؤلاء الفلاسفة أفكاره كتبه وربما مدخل حتى إلى هذه الكتب حتى يسرلنا إحنا كقراء فهمها وقراءتها من المهم لما بتقرأوا هذا الكتاب تاخدوا بعين الاعتبار إنه ويل ديورنت طبعاً وضع أراؤه الشخصية في أثناء السد ولكن هذا لم يزعجني بصراحة البدع الكتاب الأخير اللي راح أرشح لكم اليان اليوم اللي هو الكتاب الحقيقة والكتابة وأنا كنت محتارة أحطه في المراتب الشرفية الأولى واللي أحطه هلأ نحنها في لغتنا شرفياً اللي هي أعلى صح؟ بس المهم لأنه مش الكل مختص أو مش الكل مهتم في الكتابة لكن بما إنه بوثينا العيسى هي جاءتنا أو قدمت لنا كتب هي الأولى من نوعها بالعالم العربي فكانت شايفة إنه أنا لازم أتمن هذا الجهول وأحطه في هذه المرتبة يا أصدقاء الكتاب بتناول السرد والنص الروائي وأهمية أن يكون هذا الوصف حياً مشاهداً محسوساً وليس مجرد حشو أو شرح توصيلي الكتاب فعلياً عبارة عن ورشة تدريبية لأنه بعد كل فصل توضيحي بيكون متبوع بمهام مطلوب منك القارئ تنفيذها وهيك إحنا بنكون خلصة مجموعتنا لكن جاء دوركم أنتو يا أصدقاء تخبرونا شو أفضل كتب غير الروائية اللي صادفتكم في 2022 شكراً لاستماعيكم وأشوفكم على خير والسلام وفي فيديو جديد قادم نظلوا إيجابيين حقاً أحلامكم ربي أخلي ولولدي ربي حمهما كما ربياني صغيرة وسلام اشتركوا في القناة